لموضوع غير محددي الجنسية بحجة أنه عدم دستورية المخترحات أو القوانين اللي معروضة الآن في اللجنة الداخلية أو دفاع لكن الحكومة وضعت الملف في مجلس التخطيط لحل هذه المشكلة هل فعلا أنت متفائل بأن مجلس التخطيط من خلال تعاونة مع الحكومة راح يحل هذه المشكلة الأزلية اللي الآن أصبحت تقريبا 40 سنة لم تحل أو أن فعلا يعني راح يكون عقبات على رأس بعض عضاء مجلس سيقفون سدا منيعا أمام أي حل لخضية البدون والله أتوقع يا محمد الملف هذا ما راح يطوى يعني ما راح ينتهي ما ينتهي نهائيا يعني أول عقبة هي عضامة سلمة البعض البعض تقريبا أول عقبة يعني يواجه الملف هذا عضامة سلمة المجلس التخطيط قدم حلول يعني نوعا ما جيدة لكن جابهتها وزارة الداخلية ووزارة الصحة تقريبا باعتراضات كثيرة يعني أنا شفت الملف وشفت التقرير اللي حالوه يعني من مجلس التخطيط إلى بعض يعني الإدارات في وزارة الداخلية واجهوه بالرفض يعني وكل ما يخطونه شو نسمى بالرفض فيه فيه أسباب منطقية يقولون أنها أسباب أمنية يعني بالنسبة لوزارة الداخلية كل ما يجي حل يعني نوعا ما يعتبر من حلول المدنية اللي الحقوق المدنية اللي طالب فيها بعض أعضامة سلمة يرفض من وزارة الداخلية بحجة أنه يعني الوضع الأمني ما يسمح حاليا نعم فيه بوادر يعني تعتبر يعني بصيص أمل بسيط اللي هي يرخص الغيادة بدأ ويصرفونها الآن طيب والآن يعني يمكن وزير الصحة يمكن أصدر يعني زوجات البدون أو زوجات الكويتين البدون تقريبا هذه خلغت مشكلة من لا شيء من لا شيء خلغت مشكلة وجدولها حل يعني هي مشكلة ما كانت موجودة ما كانت موجودة خلغوها قبل تقريبا أشهر ولقوا لها حل يعني ما كانت مشكلة ولا تعتبر حل يعني على البدون طيب العقبة يعني أين نبني نعرف وين العقبة الموجودة لماذا هذا الملف يعني في الأدراج منذ أكثر من 40 سنة مشكلة مجلس الوزراء يحيل إلى مجلس التخطيط الأعلى و وزارة الداخلية لديها لجان ومجلس الوزراء لديه لجان ومجلس الأمة لجان تناقش هذا المظام وين المشكلة موجودة لماذا يعني هل الكل يريد الملف مكانك راوح أبو محمد إذا قلنا نبي نلقى حل حنة يعني الحمزة لا أقول لك في هذا الملف من 40 سنة لا حنة و اللي قبلنا قدروا يلقون حل يعني هو حل واحد يا أما تجنيس أو حقوق مدنية أو ترحيل للفئة هذه أما الوضع الذي سير الحين مهم عارفين طيب نبي نتكلم نترك التجنيس قد يكون تجنيس بعض يقولك هذا مسألة سياسية الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون هناك معارضة من أعظم يشهر من البعض طبعا لهذه الحقوق البعض يقول إذا أعطيناهم حقوق مدنية تمسكوا بالأرض و قعدوا عرفت شون لكن حنة نبي نحاول أن نضايقهم بحيث أن أكثر قدر ممكن من الفئة هذه طلع الجنسيات اللي عندها تحمل مجلسات لكن أنا أتوقع 40 سنة كفيلة أن الإنسان تضايق بما فيها الكفاية ليظهر ما عنده طيب الآن مجلس التخليط الأعلى يمكن لديهم شرائح معينة في بدون سنة 365 في سنة 70 في 75 واللي عنده بأصمة وراثية وأمور كثيرة يعني تغريبا ما صدر من معلومات أنه يعني قسموا البدون إلى شرائح إذن لماذا لا تساعد الناس اللي مثلا من 65 أو 70 أو القدام الموجودين وليس لم يثبت بحقهم أن لديهم أي جنسيات أو جوازات دول أخرى على الأقل تعطيهم الحقوق المدنية والاجتماعية وبالتالي قد يكون الآخرين المتأخرين جداً يعني موجودين في الأحصاءات أو لديهم أو لدى الداخلية إثباتات بينها لديهم جنسيات و جوازات دعوهم على صوب ابدأ على الأقل بالفئة المستحقة الحلول التي قدمها مجلس التخطيط آخر حل هذا قالوا ما قبل 65 يستحق الجنسية نعم رفضت وزارة داخلية قالت بعض من يحمل 65 يستحق الجنسية و ليس الكل و ليس الكل جنسوا البعض قالوا لا نبي نترى أولا نشوف ما بعد 65 يستحقون بعض الحقوق المدنية بعض بعض الحقوق المدنية و لكن هذه الحقوق المدنية تترتب عليها أمور أخرى يعني الأمور أمنية بحيث ماذا يكتب الحين وقفت الأمور كلها بما يكتب في خانة الجنسية الميلاديات واكفة الرخص القيادة تقريبا تجاوزوها مع أن حتى مسماها شوية يعني مو صحيح مو صحي مقيمة أصورة غير غانونية نعم عرفت شون الأمور كلها واكفة الحين واكفة على المسمى عتشوف متى يلقون المسمى بعد سنة بعد خمس سنوات بعد عشر سنوات يحلون هذه المشكلة الملف كبير و متشعب يعني أنا ما توقع يعني ولا بيام يحل هذا فعلا يعني أشياط الكراء يعني يمكن في فترة سابقة وزارة التربية أعلنت أنها راح توظف عندها نقص في المعلمين وقال راح نعين المعلمين البدون تفاجأنا أكثر جابين تونس ومغرب نعم وتفاجأنا المصيبة تفاجأنا من بعض عضاء مجلس الأمة بأنها يرفض أن تقوم وزيرة التربية بتعيين المفيد ما نعرف شنو البدون طبعا ما نعرف شنو سبب رفضة أو تحفظة على هذا ويبدو أن نجراءات الوزارة التربية يعني متعسرة في الموضوع لحد الآن بطيئة جدا جدا كل فترة الآن صار لم أكثر من سن ما دي كان عندك معلومات حول هذا الملف هل فعلا الوزارة مستمر أو توقف هذا الأمر الوزارة كانت ناوية أنهم توظف يعني لا ما في مجال يعني لازم توظف حتى يعني وصلت فيهم درجة جابهم من مغرب و تونس اللي ما يدخنون اللغة العربية اللي المتماشية معانا اللغة العامية صحيح لكن بعض النواب هددوا لدرجة تهديد وزير التربية بأنه يحتل المنصة إذا وظف البدون يعتبر يعني أن توظيف البدون ثقرة أمنية كبيرة اعتبرها هو يعتبرها اعتبرها بالصورة هذه وقفت وزارة التربية احترمت الرأي ما وظفت شيء ورغم فيه تصريحات التربية بين فترة يقولك راح نوظف راح نقول التربية محتاجة محتاجة المعلمين البدون يعني المعلمين أثبتوا يعني أكثر المعلمين البدون أثبتوا جدارتهم ببزارة التربية يعني في لا الحين تقريبا موظفين بالتعليم الخاص أثبتوا جدارتهم لكن شنو اللي صاير اللي صاير إن الخوف من التهديدات النواب إن يعني أي توظيف للبدون أو أي سماح لهم التربية تلمح وتغازل الحكومة إنه وافقوا لنا لكن الحكومة تظل خايفة من النواب مسألة البدون للأسف يعني من هدد يعني ينتمي للتيار الإسلام من الأسف الشديد يعني يدعون يعني أرحم من في الأرض يرحم من في السماء يعني قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق يفترض أن هذا فيه على الأقل يسمح لها أنها تعمل بشرف على الأقل ولا أن تضايق بهذه الطريقة وبالتالي ستزداد السرقات لدينا لا يفترض أن نقف بالموقف السلبي ليخالف شريعة الله سبحانه وتعالى ويخالف حتى العرف والواقع والمنطق حقيقة أخي محمد لدينا فقرة الكاركتير اشاهد نشوفها و نتمنى تعليقك على هذا الكاركتير طبعا هذه الأمم المتحدة هذا شكل دبابة عراقية يعني يبين قديمة يوم الغزو مقدمين الزهور من قدام دبابات المعفنة هذه أيها ولكن هم يخططون تخطيطات أكبر بالدبابة يعني واضح الزهور هذا ما يظهره في الواجهة لكن ما تضمر القلوب فعلا يعني يضمرون الحقد الدفين تجاه الكويت و يظهر الحقد الدفين يعني موجود للأسف يعني في الكاركتير أعتقد أنه معبر نشكر عليه رسامنا في الشاهد الأخ صغر الله يعطيك العافية عموما الصحب المتخصص الشؤون المنية في الشاهد الأخ محمد الخلف أنا شاكر لك حضور و أنا شاكر لك يا أبو محمد شاهد فيك شكرا مشاهدين الكرام نذكر كالعادة في إيميل البرنامج قبل لا نختم نراكم إن شاء الله يوم أراكم إن شاء الله يوم الأحد القادم أستودعكم الله و إلى اللقاء